اشتركوا في القناة ويشار إليه في هذا القرار بعبارة فريق العمل المادة الثانية يشكل فريق العمل برئاسة سيدة نوف عبد الرحمن جمشير وعضوية كل من الشيخ هيفا بنت إبراهيم آل خليفة السيد محمد ميرز العريبي الدكتور محمد جمع الرميض السيد علي إسماعيل كريمي الدكتور جيوفانا كارنيفالي السيد باولين السيد إيان شاري المادة الثالثة يتولى فريق العمل مباشرة المهم والاختصاصات الآتية مراجعات ودراسة المخططات العامة للمدن المزمع تطويرها وهي فشت الجارم وجزيرة سهيلة وفشت العظم خليج البحرين وجزر حوار وتقييم مخرجات التصاميم المبدئية وإبداء الملاحظات والآراء الفنية من الناحية التخطيطية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية اقتراح خطة التنفيذ والإجراءات اللازمة لإعداد المخططات التفصيلية أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها فريق العمل من قبل اللجنة العليا المادة الرابعة يضع فريق العمل لائحة داخلية لتنظيم أعماله وأسائر الأمور المتعلقة بشؤونه ويعين فريق العمل من بين أعضائه أو من غيرهم مقررا لأعماله يقوم بالتحضير لاجتماعاته وإعداد جداول أعماله وكذابة محاضر الاجتماعات المادة الخامسة على الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة أن توافي فريق العمل بما يطلبه من بيانات ومعلومات لازمة لأعماله ولفريق العمل أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإعداد دراسات وبحوث الموضوعات التي تدخل في مهامه للاستئناس بأراء بهم المادة السادسة يرفع فريق العمل إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني تقريرا كل شهر عما قام به من أعمال خلال تلك الفترة ويرفع فريق العمل نتائج عماله وتوصياته ودراساته إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني اشتركوا في القناة